ترجمة نانسي قنقر وفتح أفاق المستقبل لهم ومنذ تلك الفترة قطعنا شوطا طويلا ولكن هذا يقودنا إلى التساؤل عما إذا كنا قد هيئنا الأجواء لجيل الشباب الذي ورث إنجازات بيكين ليكون على دراية كاملة بالآمال والطاقات التي تم بناؤها آنذاك والأهمية التي يحملها إعنان بيكين لهم لأن الشباب في نهاية الأمر هم المعنيون بالحفاظ على روح إعلان بيكين ودفع مكتسباته إلى الأمام وعلى الرغم من الاضطرابات المتعددة التي أثرت على معظم مناطق العالم منذ ذلك الحين سواء الحروب أو الأزمة المالية العالمية وتبعاتها أو الربيع العربي لمسنا الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات عديدة بالمقابل علينا أن نستشرف ما يمكن أن يحمله لنا هذا القرن الجديد وكيف يمكننا الاستمرار بتنفيذ إعلاني ومنهاج عمل بيكين بالرغم من مثل هذه الأوضاع وتداعياتها لقد تم إجراء التقييم لإعلاني ومنهاج عمل بيكين من قبل ولكن مع تزامن التقييم في هذه المرحلة مع تقييم الأهداف الإنمائية للألفية والتي ستصب في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 آمل أن نتمكن من إرساء أرضية مشتركة بينهما وأن نتفوق على أنفسنا من خلال اتخاذ توجه علمي وواقعي لهذا الموضوع ففي نهاية الأمر علينا أن نبني هذا التقييم بكل جدارة على ما سبق وجعل نتائجه أقرب ما يمكن للتطبيق فبإرادة أخوات العربيات ومشاركة المرأة في كل أنحاء العالم وجميع المهتمين بقضايا حقوق المرأة أرجو أن نتمكن من إعادة الزخم والألق الذي شاهدناه في بيكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر